شهر واحد فقط يفصينا عن توجه الناخبين الى صناديق الاقتراء للادلاء بعصواتهم في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في الحادي عشر من ابريل فلذلك والعجل اجراء هذه العملية بصورة سالسة بتان من العملات التحضرية والحملة الانتخابية حتى عمليتي فرز العصوات واعلان النتائج التي تستوجب اناس المدربين للقيام بهذه العملات المختلفة فقد جاءت هذه الدورة التدريبية لتدريب المدربين لعضاء مراكز الاقتراء يتعرض المشاركون خلال الدورة الى مواضيع عدة منها ما يتعلق بالبيئة الانتخابية وكذا السيطرات الكاملة على قواعد اللعبة من خلال معرفة افضل للأحكام التي تحكم العملات الانتخابية بالاضافة الى السيطرة على عملية التصويد وغير ذلك من مواضيع الترتبط بهذه العملية في خطابه لتلاق فعالات هذه الدورة رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة كودي محمد بام اعرب ان اقتنائه التام بان هذه الدورة التي تعتبر الاولى من سلسلة الدورات التدريبية ستسمح للجنة بان تحصل على اعضاء مكاتب اقتراء قادرين على القيام بلعب دورهم ووظيفتهم بشكل كامل فعلى المشاركين الاستفادة من مختلف مواضيع الدورة اشتركوا في القناة